السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم عن 13 طريقة ازاي تحمي نفسك بيها من الاجهاد او من تكرار تجربة الاجهاد وخصوصا للحالات اللي بتتعرض لاجهاد المتكرر وازاي نحافظ بيها على حملنا ونشوف اجمل تجربة حمل بازن الله يلا بينا نعرفهم معاكم النهاردة دكتورة ريام الشال اخصائي طبوة جراحات انثاء وتوليد وتأخر الانجاب والحقن المجهري في عائلة طبيبتي اهلا بيكم وحشتونا وان شاء الله نعدي بحمل رحلة حمل سعيدة جدا اجمل 9 شهور في حياتك نبدأ باسم الله هنبدأ النهاردة ب13 سبب واخر سبب هو اهم سبب الحقيقة فخلينا نبدأ باول سبب وهو الفايتامينات الفايتامينات الحمل اللي التزم بيها بشكل صحيح نبقى عارفين احنا بناخدها امتى وليه وفيه فيتامينات منهم بنبدأها قبل الحمل ب3 شهور ودي حاجات اتكلمنا عنها في الفيديوهات السابقة فاتقدر ترجعي لها وتركزي جدا جدا في الكلام اللي بتقال فيها نتجنب المشروبات اللي قد يكون من ضمن تأثيرها انها تعملنا اي اتراب ومن ضمنها القرفة ومش حابين ابدا ابدا اننا تناولها في الفترة الاولى من الحمل فهنحاول اننا نتجنبها تماما ونحاول اننا نشرب مشروبات جميلة وصحية وبتساعد جسمنا انه يحصل على قدر كبير جدا من السوائل وبالتالي يقدر يحافظ لنا على درجات الجفاف تكون اقل وبالتالي ايضا يكون عندنا مناعة اكبر كل الفيروسات ما تكونش مركزة في دمنا وفي جسمنا بشكل عالي اكيد طبعا محتاجين اننا نتغذى بشكل صحيح واكيد محتاجين نبعد عن الاكلات اللي اتكلمنا عنها في درس ايه الاكلات الممنوعة علينا في الحل فهتفرق معنا قوي وهتغير معنا اكيد من سيستم حياتنا ونقدر اننا نبدأ الموضوع ده من بدري كمان من قبل الحمل وزي ما اتفقنا الممنوعات اللي احنا منعناها هي ممنوعات على الدنيا كلها بصراحة مش على الحواهم الفقط ولو قيرنا من نظام حياتنا في الاكل والتغذية اكيد هتبقى احسن وهنوصل لنتائج افضل وجدنا اجود بكتير مهم جدا جدا الزيارات المنتظمة الزيارات المنتظمة طيب احكي لكم مثال من العيادة ويعني ما بحبش دايما اننا اقلق الحالات يعني انا من عتي اننا بنشوف الحالات عندنا كل ازبوعين زيارة لكل ازبوعين بعض الناس شايفينها انها زيارة قريبة وبعض الناس شايفينها انها زيارة بعيدة فيبيبدأول ان他們 لقوا بعض الحالات بتامن فنهرها كل اسبوع وبعض الحالات بتقول لا انا هاجي كل شهر. خلينا نتفق ان معدل الزيارات اللي ناجح هو الاسبوعين لان لو بعد شار فيه اي خطوات او امور طبي نقدر اننا نتداركها في خلال هذه الاسبوعين سواء كانت ترجع يعني نقدر اننا نرجعها تاني او امور طبيا محتاجة اننا نتدخل بشكل طبي قبل ما بعد شرطة مننا كوارث اكبر او مشاكل اكبر. فزيارات المنتظمة بتؤدي الى نتائج هيلة وصحيحة. لكن للأسف بعض الحالات قد تؤخر الزيارات. وللأسف حالة منهم اخرت الزيارة وكان عندها مشكلة بعد شر لو سابت اكتر هتعمل لها مشاكل وللأسف يعني كنا فعلا دخلنا في المشاكل دي يمكن لو كانت بدرة اسبوع كان فرق معنا في نتائج تحاليلها وقراراتنا الطبية عليها. فآآ نتطمن النقطة دي وفي نفس الوقت احنا مش محتاجين لنا ننام لصنارنا كل اسبوع الا ازا كان في ضرورة طبية محتاجينها في الفترة دي علشان نقيم امور معينة احنا شايفينها اسناء الفحص. عموما الزيارة حسب توقيت وحسب التوصية اللي بيواصلنا الدكتور او الدكتورة المتابعين لحالتنا. هتفرق معناك. نهده كده ونتطمن ونسيبها على ربنا. او نقلل درجات القلق والتوتر. درجات القلق والتوتر للأسف بتدخلنا في مشاكل كبيرة جدا في نسب هرمونات الجسم وفي توازنها وتناسقها. وبتخلي للأسف فرص ان الحمل يتعرض لمشاكل اعلى بكتير من اي انسان داني ما عندوش هزي الدرجات من الاستراس او القلق والتوتر. قبل ما انقل النقطة اللي بعدها. انا عارفة مصعب جدا الكلام ده انا بقوله ده. ومقدرة جدا التجربة اللي انت عديتي بيها ويمكن تجارب كمان ما هياش تجربة واحدة. ومنساش حالة من الحالات كانت جايلي على الاسبوع الثامن وهي متعودة ان تلات مرات قبل كده كانت على الاسبوع الثامن بتيجي تبص متلاقيش نقطة. فالحالة كانت جايلي على الاسبوع الثامن وبتبكي. يعني من قبل ما بتعمل الصنار هي جاية عاية. ففي ايه ستي انا عارفة ان انا هطلع على الصنار ومش هلاقي النقطة. انا عارفة ان انا مش عايزة عامل الصنار عشان خاطر. مش عايزة شوف الحاجة دي. مش عايزة رابع مرة دي. الحقيقة هي 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 تجربة آآ صعبة. احنا مقدارينها قوي. آآ ولكن الكلمة اللي قلتها لها كانت آآ يمكن اللي خلتها تطلع على صنار وتعمل صنار. قلت لها بصي هو لو ربنا رايد له ان هو هيكمل وان هو كويس وصحيح والطفل ده كويس جدا. هو مكتوب له اصلا آآ يعني تاريخ بيلاده امتى? ومكتوب له آآ الحياة هيبشيها ازاي? والمدرسة اللي هيدخلها. وصندوشات اللي هياخدها بتاع المدرسة. وهيجننك فين? وهتجري وراء امتى? ومكتوب كل التفاصيل. لكن لو مش مكتوب له انه هيكون موجود فما فيش قوة في العالم هتساعدك او هتقدر انها تخليه موجود طالما ربنا سبحانه وتعالى مش كده. آآ فايزا احنا سايبينها ربنا. يلا بينا نعمل صنار وعملت صنار وكان احلى يعني انس في الدنيا. سمته انس لما جنب السلام. الالتزام بالادوية. فيه ادوية كتير هتتفرض علينا بشكل جديد. يعني كتير من الحالات اللي بيتعرضوا الاجهاد. بنبدأ نديهم تحت الجلد وبنبدأ نديهم آآ كورتيزونات وبنبدأ نديهم جرعات من ادوية مختلفة. فالتزامنا بهذه الادوية بشكل صحيح مهم جدا جدا جدا. وما نتبعش التوصيات اللي بتقولينا اصلا انتم ممكن انتاخدوا الحقنا دي يوم بعد يوم او لو سمحتوا اقللوا مش عارفة في جرعات ايه او ارجوكم التوصيات لواحد فقط. واسمعوا من واحد فقط. او اسمعوا من دكتورين تلاتة وتابعوا مع اتنين تلاتة ما فيش مشكلة خالص. لكن في النهاية خدوا رأي كده خلاصة ونهائي. وكملوا في هذه الجبرعات بشكلها الصحيح. عشان نوصل من شوء الله بازن ربنا. وتكون اسباب لاننا نحصل على نتائج. لمعظم الحالات اللي بيتعرضوا للاجهاد المتكرر وحسب نوع الاجهاد المتكرر. يعني لسه حالة من الحالات كنا طالبا لها ربط. والحالة للأسف هي تحركت في اكتر من اتجاه وفي اكتر من من رأي طبي. ويعني كل حد قال رأي. وكل طبيب مش عايز يكون هو المسؤول عن هذه الحالة. آآ لكن الربط كان مهم جدا لحالتها. حتى لو كان بعد الشر هيحصل لها اجهاد بعد كده. فالأسف الاجهاد اللي حصل حصل. نتيجة ان فيه خلل في عنق راحل نفسه. يعني نسمع التوصيات من اللي احنا وثقين فيه. طالما وثقنا فيه وخلاص احنا اعملوا الحاجة دي لان ده هيريحكو اكتر وهيطمينكو اكتر. اغيري طريقتك. اغيري عدادك من الحمل اللي فات. يعني الحمل اللي كان فيه اجهاد او تكرر فيه هذا الامر وكنت بتحركي وبتجري وبتعملي مجهود كبير وبتزوء الدولاب ومش عارفة بتنقلي ايه وطول الوقت طول الوقت في مجهود كبير. ارجوكي غيري عدادك. لو كنتي بتدخني وللأسف ده بيحصل في كتير من السيدات. اه لو كنتي بتدخني في الحمل اللي فات امنعي التدخين. لو كان زوجك بيدخن وانتي قاعدة جنبه طول الوقت ارجوك امنع التدخين وعايزين نحصل بقى على بيبي سليم وعافى كده يعني اكيد الموضوع يعني ما استحقش ان انا اه يعني اه يعني موضوع التدخين مش بالعظم ان انا نستاهل ان انا نضحي بيبي بجفت او هدية عظيمة زي دي. ما كنتيش بتشربي مية اشربي مية ما كنتيش بتعتمي برياضك او بتمرينات مسموح انك تقومي بيها ببعض الحالات اه 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 اقدميها وبدأي يقومي بيها. كل نظام حياتك اللي كنتي ماشي بيه بشكل اغيريه ارجوكي في فترة الحمل الجديدة عشان ان شاء الله نحصل على هاتيك جديدة. منعتك احمي نفسك من العدوى. كنا بتكلمنا عن السيدة الموظفة واتكلمنا عن حاجات توصيات كتيرة جدا من الموظفة الحامل. وازاي انها تحمي نفسها من حاجات كتير. فالدرس ده هيفرق معيك اوي 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 عشان تبقي عارفة. فارجوكي اسمعيه. هيفرق معنا وحمايتنا من العدوى. وازاي نقوي مناعتنا. كان في درس كامل برضو. كنا تكلمنا عنه في بدايات فترة الكورونا. وده يطبق على حياتنا كلها بغض النظر عن الكورونا او غيره. بتفاجئ من حالات كتير. تقول لي انا يا دكتورة اه انا كنت باخد ادوية كزا مع كزا. اصلا الدول فلاني لحركة بتقولي ده. آآ لقيته آآ ان انا مش عارف اخده بعد الغداء. لان انا باخد دوى تاني آآ بتاع مش عارف ايه بعد الغداء. نعم طب وانتي ليه ما قلت ليش على ان فيه من ضمن التاريخ المرضي والطبي بتاعنا. ان انا نقول عن الادوية اللي احنا ماشيين عليها. ونقول الادوية دي يعني احنا كطبيب يعني معلش هتحقي بقى كطبيب ناس اولادة ان انت تديني رفاهات ان انا اختار واقول لك تكملي على هذه الادوية او لا خلي بالك الدوى ده وينفعش انك تكملي عليه وقد يؤذينا ويؤذي الاطفال. بعض الاطباء بيغفل عنهم انهم يغضوا التاريخ الطبي للحالة بهذا الشكل. احنا دايما بنسأل هذا السؤال ولكن بعض الاطباء للأسف بيغفلوا عن هذا الامر فما تنسيش انت افتكري انت فقري الطبيب او الطبيب بتوعك ان فيه ادوية معينة بتغذيها وجرعتها ايه وينفع نكمل عليها ولا مينفعش في فترة الحمل. اكيد فترة الحمل وخصوصا هذا الحمل مش الفترة اللي نقدر ان انا نتعرض فيها لاشعاع او نتعرض فيها اه ان انا نزور حد من الناس اللي بعد شر بيتعالجوا اه بادوية كيموية او باشعاع كبير او الناس او 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 اماكن فيها هذا الامر او اننا نكون بنشتغل اه فنيين اشعة او اطباء اشعة او بنشتغل في المجال اللي فيه هزي العلاجات او هزي الدوائيات فارحوكم هنحاول ان انا نبقى لعنى هذه المصادر تماما تماما وان شاء الله بإذن ربنا نحصل على نتائج كئيسة جيدة الرياضة العنيفة الجماعة البلاد دانسر الناس اللي بيتحركوا بيعملوا رياضات يعني شديدة جدا اكيد ده مش وقت هذه الرياضة العنيفة وابدا ابدا مش ديه توصية اللي ممكن اننا نسمح بيها مع حالات الاجهاد المتكرم اخر حاجة من ضمن الحاجات اللي بنتكلم عنها في تاريخ الاجهاد هي اننا لازم نعرف السبب لازم نعرف سبب الاجهاد واتفقنا قبل كده وتكلمنا في درس ان عندنا خمس انواع من الاجهاد مختلفة واسباب مختلفة وكل حالة ليها توصية ويمكن مختلفة عن التانية ويمكن كمان بيضد التانية يعني بعض الحالات بنقول لها لو صباحتي امشي وتحركي وبعض الحالات بنقول لها لو صباحتي ينامي في السرير تماما ما ينفعش انك تحركي اطلاقا او نهاية ايه فخلينا نأكد على ان كل حالة وليها ظروفها وايضا كل حالة وليها علاجها والطريقة اللي هنقدر نمشي عليها وكلت كل اللي هنمشي عليه علشان نمنع تكرار هذا الامر وان شاء الله يجينا اجمل اطفال في الدنيا وصل لنهاية الدرس فاحنا الترتاشر سبب باختصار او الترتاشر وسيلة باختصار هي المعيتامينات التغذية الاكل والشرب اه تغيير نظام الحياة ومن ضمنه موضوع النوم والصحيان والاوقات بتاعتنا اه في حياتنا وايضا من ضمنه الزيارات المنتظمة اه سوفني انا هبص في الورقة عشان نقولهم بسرعة وتقليل استرس والتزامنا بالادوية الجديدة وايضا التزامنا بالتوصيات الجديدة حمايتنا من العدوى وتقوية منعتنا ونراجع الادوية الجديدة مع اطباقنا او الادوية اللي كنا بناخدها فترات طويلة قبل كده مع اطباقنا نتجنب الاشعاع نتجنب الرياضات العنيفة ونعرف اسباب الاجهاض اللي اتكلمنا عنها في درس كامل هتلاقوا قيمة التشغيل اللي بتتكلم عنه هتلاقوا الدرس ان شاء الله موجود في اعلى الشاشة واتمنى لو وصلتي لنهاية الدرس وافادك اضغطي علامة لايك عشان اكيد هيفيد ناس تانية زيك وشاركيه مع اكتر حد بتحبيه واكتر حتى لو تشاركي المعلومة نفسها مش لازم الدرس نفسه بحيس اننا ان شاء الله ما نتعرضش لهذه التجربة تاني ابدا وطبعا متنسوش تشاركوا في القناة وتفعالوا زر الجرس وتابقونا في التعليقات وتروننا ايه اكتر حاجة اعلقت معاكم ايه اكتر معلومة محتاجين اننا نعرفها اكتر عن موضوع الاجهود المتكرم بكم مننا كل الدعوات الصحة والسعادة والسلامة والتوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة